في ظل تصاعد التوتر في المنطقة تعتزم الولايات المتحدة خفض عدد دبلوماسيها العاملين في سفارتها في بغداد مصادر عراقية قالت إن هذا الإجراء الأمني يعد مؤقتا وجاء عقب لقاء بين مسؤولين أمريكيين وعراقيين في سياق متصل نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن مسؤولين أن هذا الخفض يأتي بناء على تحفظات أمنية من الجانب الأمريكي وأن دبلوماسيين يمكنوا أن يعودوا بيد أن المسؤولين استبعدوا عودة هؤلاء الدبلوماسيين قبل الثالث من يناير الذي يصادف مرور عام على مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني مسؤولون عراقيون أكدوا أن طاقم دبلوماسيا يضم السفير الأمريكي سيبقى في الصفارة في مؤشر على أن الأمر ليس قطعا للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتأتي الخطوة وسط توقعات بأن تكون الأسبوع الأخيرة في حكم الرئيس دونالد ترامب عصيبة فيما يتعلق بنهجه اتجاه إيران في هذا الصدد لم تستبعد مصادر عراقية أن تبادر إدارة ترامب إلى استهداف مصالح إيرانية في العراق وتعرضت السفارة الأمريكية في بغداد ومواقع عسكرية أمريكية أخرى لهجمات صاروخية خلال العام الماضي وفي ردها هددت الولايات المتحدة بإغلاق سفارتها في بغداد إذ لم تعمل السلطات العراقية على وقف هذه الهجمات